نروح لنادي الزمالك يحيى جبران لاعب الوداد لاعب وسط الوداد المميز جدا اللاعب الدولي مع المنتخب المغربي هذا اللاعب الكبير معروض على نادي الزمالك هو مش عارض نفسه يعني وكيل بتاع يحيى جبران فبيقول للزمالك لو انتوا عايزين يحيى جبران ممكن اتفاون مع الوداد اللي ضمه كده يعني الحكامة بتبشي كده عشان بتبشي كلمة معروض دي ان يحيى جبران بيعرض نفسه على نادي الزمالك وان كان يعني ما هو نادي الزمالك نادي كبير فلو عرض نفسه تمام بس هو برضو لعب كبير عشان أبقى أمين يعني في يحيى جبران معروض على نادي الزمالك عشان الزمالك يتعاقد معه في الصيف المقبل أو خلاص فاتت انتقاط القادمة دي على طول اللاجنة الفنية في نادي الزمالك خادت اسم اللاعب اللي هو معروف طبعا وتاريخه اللي معروف طبعا وعرضته على أسوريو عشان يحسن موقفه والزمالك يخش في الصفقة ولا لا أنا في رأيي لو يحيى جبران جه نادي الزمالك هتبقى الصفقة رائعة رائعة وكبيرة جدا لعب عظيم جدا سواء سواء مع فريق الوداد أو بالتأكيد مع المنتخب المغربي لعب لعب خبرات كثيرة جدا طيب